صحي يتحل بإذن الله لأنه لعب لا يغنى عنه في منتخب مصر وأيضا في فريق اتحاد والتحاد هيعاني من غير حجازي فيه من فترة المقبلة أمشي من المنتخب ومن حجازي وابتدي أخش مع حضراتكو فيه الأخبار اللي بتخص بقى الأندية الكبيرة الأهلي والزمالك وبرمز طبعا برمز خلاص بقى من الأندية الكبيرة اللي بتنافس فيه الدور الممتاز وماشاء الله ماشي كويس فيه الكونفدرالية فاللعب المغربي سفيان رحيمي نجم نادي الرجاء بيشعل الصراع ما بين الثلاث فرق الكبيرة لأهلي والزمالك وبرمز طب إيه الحكاية إيه القصة فيه موضوع سفيان رحيمي وليد أزارو لما جيه نادي الأهلي وتقلقت فتح الباب تماما للعيبة المغربة إن هي تبقى موجودة في الدور المصري خاصة إن أزارو لما جيه كان جيه من الدفاع الحسن الجديدي وما كانش حد متوقع إن أزارو ياخد هداف الدور وأزارو خد هداف الدور ما كانش حد متوقع إن أزارو ممكن يبقى هداف دور أبطال أفريكا على الرغم إن فيه انتقاضات كتير جدا كانت لأزارو ولكن الراجل من اللعيبة اللي تحط فيها مبالغ ملايا كتيرة فحتى كان بالنسبة لنادي الأهلي لو كان وافق على بيعه كان هيستفيد منه مادان كتير فده خلى نادي بقى الزمالك يجيب بن شرقي ويجيب أحداد ولعيبة المنتخبات بالنسبة للمغرب تبتدي تكون موجودة في الدور المصري سوفيان رحيمي من اللعيبة اللي مكسرة الدنيا مع نادي الرجاء سواء فيه الدوري المغربي سواء فيه الكنفدرالية سواء فيه أبطال أفريكا في الموسم الماضي فعندهم عامل شغل كويس اللعيب سريع بيلعب جناح يمين ما عندوش مشكلة جناح شمال فيه بقى عد الموتشاط بيلعبوه فالس ناين أو راس حربة متأخر لإنه سريع جدا عامل زى محمد شريف كده شوي فديدي حلول لأي مدير فن فاللاعب ده أنديت الأهلي طبعا ده كيادة موسماني ابتدى يخش فيه اهتمامه في الصفقة ناحت تانية كارتيرون فيه الزمالك لإنه دربه بل كده في الرجاء فعارف اللعيب عامل ازاي وانتوا طبعا سمعين الحكايات اللي موجودة فيه نادي الزمالك ان اللعيب الفلاني جاله عرض من الحتة الفلانية واللعيب التاني جاله من الحتة العلانية وكلام كبير فلازم يدور على البديل لازم يكون عندي صفقة سوبر تكون موجودة في الملعب الحاجة التانية اندي نادي بيرامدز هو الآخر دخل فيه اهتمام باللعب بشكل كبير وتقلقه مع فريق الرجاء في الكونفدرالية وفي الدوري زي ما قلت لحضراتكم خلى بقرة الدوق عليه تماما وبييرامدز بيحب يجيب اللعيبة من نوعات دي عشان هو عايزين يعمله حاجة سواء فيه الكونفدرالية او يحسنه من ترتبهم فيه الدوري الممتاز لانه دايما كل سنة بنقول ان بيرامدز زي نفس على الدوري ولكن هذا الموسم هو الاقرب للكونفدرالية وده من الحاجات اللي لازم نقولها لحضراتكم على فكرة النادي الاهلي دلوقتي الفكر الاحترافه بتاعه فيه اللعيبة عشان كده انا ذكرت موضوع ازاره لو ديانج جاله حاجة فيها عرض مالي قوي حيوافن وادارة النادي الاهلي تتكلمت مع موسيماني في هذا الامر والراجل ابدا ترحيبه ليه لان اللعيب الافريقي في الاول وفي الاخر انت هتستفد فيه بقى فترة عقده طب هو تقلق ولعيب منتخبات زي ديانج طبعا لعيب لغنى عنه يعني احنا دايما لازم نقول ديانج ومين جنبه لان ديانج من اللعيب السوء يعني تحس كده ان انت عندك عربية جبت في نص الملع قوي سريع مهاري شويت بيدي لك كل الحلول ولعيب منتخبات بلعب في انتخب مالي ولعيب سهير فده اللعيب اللي تحطيلك فيه فلوس كتير فالنادي الاهلي اشترا بكام ولما يجي له عرض كبير هيبيعه بكام وهنا الاستثمار الصح اللي النادي الاهلي عمله قبل كده كتير وايضا تعلم انه لما ما عملوش حصلت خسارة الى حد ما في اسعار اللعيبة فالنادي الاهلي ممكن يوافق على ديانج لو جاله عرض مالي كبير اكمل معاكم مع حكايات النادي الاهلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة